النهاردة كان بالمناسبة اتحاد الكرة اعلن الترتيب الكباتن في المنتخب الاولمبي محمد النني رقم واحد زيزو رقم اثنين وابراهيم عادل رقم ثلاثة دي حكاية اه بالمناسبة كنت فاكرا اقولها لكم من فترة بس هقولها دلوقتي على الا ان اقولها له تكريما باللسان فيه ابطال مصريين رائعين هيشيلوا علم مصر في الاولمبيات علم مصر في فتاح الاولمبيات كلهم رائعين وكلهم اسماء كبيرة واسماء عظيمة بس فيه نقطة واحدة بس انا بحس انه محمد النني لا يقرم بالشكل الذي يستحقه يعني ايه طبعا هو تكريم كبير لمحمد النني انه يشارك مع منتخب مصر في الاولمبيات تكريم كبير طبعا طبعا فيش خلاف على ده وخيرا فعل مكالي انه اختار محمد النني بس محمد النني ده يا جماعة مسيرة رائعة في اوروبا مسيرة كبيرة مسيرة مبدعة سواء مع بازل او مع ارسنل او مع اي فريق اشتغل معاه وكان دايما هو لوبرفايل هو هادي بالمناسبة كان الاحتفال بعيد ميلادهم امبارح ده كان الاحتفال بعيد ميلاده الامبارح ويستحق محمد النني دايما كان نفسي بصراحة هيشيل عالم مصر في افتاح الاولمبيات مش تقليلا من اللي هيشيله عالم مصر كلهم ابطال بس عشان محمد النني ما بياخدش حتى التأدير الكافي جماهليا بحسه دايما مظلوم مظلوم في التأدير وقول لك حاجة وقول لك حاجة وقت اسرح معي بخيالك كده لو محمد النني جيب جيل ما كانش فيه محمد صلاح بهذه الروعة وهذا التواهج في ملاعب اوروبا كنا هنتعامل مع محمد النني انه هو افضل محترف مصر في اوروبا بس من كتر حلاوة محمد صلاح وتأثيره واهدافه وبطولاته مع ليفربول فخلاص خد الايه خد الكريمة كلها ويستحق طبعا بس محمد النني يستحق هو الاخر ان احنا طول الوقت نكرمه انا ده رأيي انا عايفني فيه ناس ممكن متحبش طريق لعب محمد النني شايفين محمد النني مالوش تأثير كبير انا عكس الناس دي انا مشوفني محمد النني دايما مؤسر جدا مع منتخبنا الوطني ومؤسر مع الفرق اللي اشتغل فيها بعيدا عن اخر سنتين اللي كان بعيد شوية عن المشاركات كثيرا مع ارسل ولكن كان دايما بيبقى ليه دور عظيم فوت لبس فريق ارسل دي حكاية